ترجمة نانسي قنقر المتزوجين وهذا الأعصير تأخذ اسمه من المكسرة والزبيب والعصل الذي تكون من المكونات والمكونات هي منغو وموز وممكن تفاح إذا حبيت حلوة طهينيا بالفستق معجونة تمر أو تمر بدون الحبة داخل وكذلك للتزين الأعصير زبيب إذا وجدت الذهبي تكون أفضل لوز وقعقة وكاشو وكذلك جوز الحند وثلج عصل كوب حليب زيد ما إذا كانت غليظ وتتمنى أن يكون ليس غليظ وبعدين فيمتو لكي نعمل أعصير المتزوجين أولا نخط في داخل الأعصارة الثلج والموز والمينغة المقطعة والتمر وحلوة التهينية كذلك الحليب والعصل ونعصره جيدا وبعدين في كأس زجاجي نأتيب قطرة من الفمتو وثم نسكب داخله العصير وبعدين نحط فوقه المكسرات مثل القعقة والكاشو واللوز وكذلك الجوز الحند والزبيب ونقدمه بالعافية شكرا لمشاهدتكم في هذا الفيديو أنا كاثرين إذا تتمنى أكثر فيديوهات مثل هذا ممكن تزور القناة وكذلك تزورني في الفيسبوك شكرا شكرا